ينضم لنا دكتورة هبا جمال الدين المتخصصة في أشؤون الإسرائيلية دكتورة هبا أهلا بحضرتك معنا في نصر جديدة الجبهة الداخلية في إسرائيل المواطن الإسرائيلي كيف يرى هذه الحرب انقسامات الهائلة في الجبهة الإسرائيلية ما بين الحكومة المتطرفة أكبر حكومة متطرفة في التاريخ الإسرائيلي ومن بين المعارضة الإسرائيلية بدأ المواطن الإسرائيلي أيضا يتحدث ويقول رأيه في هذه المعركة مظاهرات أمام مكتب نتنياهو أمام كل مكان بيتواجد فيه نتنياهو مظاهرات أعتقد أنه ممكن تكون بتنهي مستقبله السياسي كيف ترين المشهد في الداخل الإسرائيلي لو هتوصفي لي الداخل الإسرائيلي دلوقتي هو داخل محتدم ومقسم على نفسه بين معسكرين بالأساس معسكر بمثاله أهادي الأسرة والمخطفين وبعض القوة الرافضة للاستمرار العنف في غزة ومعسكر آخر بيدعو وهو اليمين المتطرف بيدعو لاستمرار الحرب وقاد العسكريين برضو في هذا المعسكر شايفين أن رجوع الأسرة هيحصل عن طريق الإفراط في استخدام القوة وإبادة الشعب الفلسطيني وإحنا شفنا طبعا تصريح وزير التراث اليهودي المتطرف لكن النقطة الأساسية دلوقتي أن فيه مطالبات زم حليك قلتي بدأت تتكلم بضرورة الإطاحة بين تنياهو وبدأوا يتكلموا أنه هيبقى سبب ضمار إسرائيل وأنهما بدأت بعض الأراء تتكلم عن إشكالية العقد التامن في إسرائيل وأن إسرائيل بدي عمله نتنياهو هيخلينا نقترب إلى نهاية إسرائيل وبدأت الأراء اللي كانت تتكلم قبل كده عن قدرة أي دولة غريبة في هذه المنطقة على استمرار أكتر من مئة سنة فبدأ الحديث يثور بقوة حول مستقبل الحكومة الإسرائيلية والإفراط وخصوصا نحن عندهم دلوقتي إشكالية كبيرة في 200 ألف مستوطن اللي كانوا فيه غلاف غزة وبعض المستوطنات الموجودة في حدود مع لبنان وسوريا تم إخلاقها بنسبة كبيرة 200 ألف مستوطن هم عيبة على الاقتصاد الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية معاديهم في الفناية دي بتصرف عليهم إلى متى يمكن الاقتصاد الإسرائيلي المنهار في إطار قبل غزة وبعد حرب غزة هيتحمل قد داء لمدة قد إيم نقطة ثانية مهمة جدا لازم نبقى عارفين أن أيضا هناك من بدأ يتحدث أن ما يقوم به نتنياهو الآن هو محاولة لحماية نفسه بسبب أضايا الفساد وأن الحديث عن إقالته يعني أمر غير والد بنزاله هو شخصيا لأن ده يعني هيعجل بمصيره في السجن هيتحاكم على طول طبعا ده أكيد غير أن طبعا يعني البعض خايف من فكرة رفع أضايا في اللهاي والمحكمة الجنائية الدولية بمحاربة نتنياهو والقادة العسكريين في إسرائيل كمجرمي حرب النقطة كمان المهمة برضو أن الداخل الإسرائيلي يعني أصبح ميدان تل أبيباء بدأوا يسموه بميدان يعني المحتجزين والأسرة الإسرائيليين وخصوصا أن بدأت الهالي شايفين أن استمرار العملية العسكرية هو بيهدد بقاء أبنائهم وشايفين المسؤولين الإسرائيليين أصلا مش مهتمين بأنهم يحرروا الأسرة بتحهم ده هما في بعض الهتفات قالوا لهم أنتوا كنتوا فين يوم 7 أكتوبر وهاعدت نفسها قالت أن اتهمت اتهم خطير قالت أن مستوطني ولاف غزة من قتلهم هم الجيش الإسرائيلي وطلبت برفع تحقيقات وفتح تحقيقات في هذا السياق وفي هذا السياق هنلاقي على المقابل طرف آخر بيتكلم يعني بينتقد من ينتقد نيثنياهو وبيعتبروا أنه بيقف في صف حماس هنلاقي مستوطنين بيقوموا بكل الإجرام ضد أهلنا في الضفة الغربية لدرجة أن في بعض الطائرات القوة السلام في إسرائيل بتتكلم بتقول أن ده سيؤدي إلى إشعال الضفة الغربية مرة أخرى وده هيصير الرأي العام العلاني وخصوصا أن الضفة ما فيهش حماس وده كمان مع حملة اعتقالات مستمرة ضد أهلنا في الضفة يعني أكتر من 1400 أسير خلال الأيام الماضية غير عدد الشهداء في الضفة الغربية طيب يعني بدأت تساءلات أين حماس من الضفة لماذا يعني كل هذا التغول أيضا على أهلنا في الضفة وكل ده طبعا بيؤكد أن يعني بدأت اللي برضو لأراء التصار هل يمكن عادة مرة أخرى توطين مستوطني غزة في غلاف غزة دي كلها تساءلات بقت مطروحة البعض بدأ يتكلم وبيقول أن هناك مخطط آخر لنسانياهو يعني يتخطى فكرة إقامة يعني أو عادة توطينهم مرة أخرى لأن أصبح مع كل المغالاف الحقد والغل والإبادة الجماعية في غزة يعني لن يفتح المجال لذلك طب هما الناس دول هيروحوا فين بدأوا يتكلموا أن فيه مستوطنات احتمال تقام في دول الاتفاقات إبراهام وبدأت المناشدات الدولية هنلاقي رئيس قليم الأبلس أو بيروبيجان في روسيا لقليم اليهودي بينادي أنه مستعد لاستقبال اليهود اللي كانوا فيه مستوطنات غلاف غزة ودي كلها مجرد يعني مجموعة من الإشارات اللي بدأت يعني توحي إن ما يقوم به نيتانياهو لا يستهدف حماس وخصوصاً إحنا عندنا أكتر من يعني خمسين سفينة عسكرية عندنا غواصة نووية يعني 11 دولة بترسل معدات هل ده كل ده القوى بدائية كحماس فأصبح المشهد يعني مختلف بشكل كبير بدأوا حتى الأمريكان نفسهم يعني احنا شايفين مظاهرات اللي في أمريكا ومظاهرات اللي في العالم الضغط الكبير على بايدن وإن هناك من يتحدث حتى الحزب الديمقراطي نفسه يعني مقاطم على بايدن ما سنتحدث عنه حالاً دكتورة هبا جمال الدين المتقصصة في الشؤون الإسرائيلية أشكرك شكراً جزيلاً